السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتابع في هذا الفيديو حديثنا على الفعل get هذا جزء الرابع لحديثنا هذا جزء الرابع من استعمالات الفعل get كما قلنا get فعل شيع باللغة الإنجليزية له الكثير من الاستخدامات كل ما يأتي حرف ger يتغير معناه لذلك من المهم جدا تعلم استعمالات الفعل get الحل يرجع على الجزء الأول الثاني الثالث موجود على القناة get something out بمعنى publish بمعنى ينشر شيء ما well they get the story out by the end of next month هل سينشرون القصة بنهاية الشهر القادم by بمعنى be the end of يعني نهاية next month الشهر القادم عندنا get out بمعنى ينشر well they get the story out by the end of next month month أيضا get out of بمعنى يغادر أو يترك they out to get out of this house يعني ينبغي أن يغادروا من هذا المنزل get out of إذن يغادر أو بمعنى ينبغي get out of يغادر أو يترك مكان معين get out of بمعنى يتجنب مسؤولية شيء ما they can't get out of this company لا يمكنهم أن يتجنبوا مسؤوليتهم عن هذه الشركة أو يتخلوا عن هذه الشركة they can't get out of this company إذن get out of يتجنب أو يتخلى مسؤولية عن شيء ما أيضا get out of معنى يتخلى أو يتوقف عن عادة ما they can't get out of smoking in the early morning لا يمكنهم أن يتوقفوا عن عادة التدخين في الصباح الباكر in the early morning في الصباح الباكر get out of إذن يوقف عادة ما get something out of بمعنى obtain بمعنى يحصل أو يكسب شيء ما they usually get the best of of this job يعني عادة يحصلون على الأفضل من هذا العمل إذن get out of بمعنى يكسب إذن يكسبون عادة أفضل شيء من هذا العمل get over بمعنى يتغلب يتغلب على شيء ما he can't get over his anger إذن لا يمكنه أن يتغلب على غضبه إذن يسيطر على غضبه أو يتغلب على غضبه إذن get over بمعنى يتغلب على get over بمعنى يعود they will get over their school سيعودون لمدارسهم لاحظ get over بمعنى return يعود طبعا لازم يكون توافق بين الضمير والفاعل طبعا نسميه antecedent الحبرجان فيديو سابق تكلمنا عنه لاحظ they إذن نستخدم there إذن هنا توافق بين نسميه إحنا pronoun agreement توافق الضمير مع الفاعل إذن get over بمعنى يعود get around بمعنى يقنع يقنع شخص ما they know how to get around their parents إذن يعرفون كيف أن يقنعوا والديهم إذن لاحظ get around بمعنى بسويد بمعنى يقنع يقنع شخص ما get around get around to something بمعنى يجد الوقت المناسب لفعل شيء ما إذن يجد وقت مناسب they hope to get around to replying to your emails next week إذن يأملون أن يجدوا الوقت للإجابة أو للرد على إيميلاتك الأسبوع القادم إذن get around to بمعنى يجد الوقت المناسب they hope to get around to replying to your emails next week get through يعني استخدم الكثير من شيء ما they got through a lot of their money while they were in إطاليا يعني صرفوا الكثير من مالهم أو استخدموا الكثير من مالهم بينما كانوا في إطاليا إذن get through بمعنى يستخدم الكثير من أو يصرف كثير من they got through a lot of their money while they were in إطاليا get person through something get through بمعنى يساعد يعني يساعد شخص بشيء ما إذن get person through something he got all his players through the test يعني ساعد جميع اللاعبين في الاختبار لاحظ الماضي كمان أعلم من get هو got بالماضي إذن هذه get person الشخص هو all his players لاحظ هذا person الشخص استخدم through ساعدهم بماذا the test بالاختبار إذن get person through something get through بمعنى يساعد يساعد شخص بشيء ما he got all his players through the test get up بمعنى stand up بمعنى يقف the students got up when the teacher came in yesterday يعني توقف دائما نبدأ عند الفعل توقف الطلاب عندما دخل المعلم البارحة يعني دخل الصف لاحظ come in come in يعني يدخل came in دخل أيضا الماضي من get up عندنا got up بمعنى stood up إذن get up بمعنى stand done بمعنى يقف أو ينهض الماضي منها stood up إذن get up بمعنى يقف the students got up when the teacher came in yesterday طبعا استخدمنا سم الماضي البسيط لنعدنا yesterday البارحة get up أيضا بمعنى ينهض ينهض من النوم they usually get up late in the morning يعني عادة ينهضون متأخرين في الصباح إذن get up بمعنى ينهض أيضا get up to بمعنى يصل إلى reach something إذن يصل للشيء ما they got up to number 33 in the new story يعني وصلوا للرقم أو الصفحة 33 في القصة الجديدة they got up to 33 in the new story إذن get up to بمعنى reach يصل إلى get up to بمعنى مشغول ب بشيء مذهل أو بشيء غير سار وهكذا get up to مشغول ب عمل شيء ما they've been getting up to their old bad habits هم هم مشغولين ب عاداتهم السيئة القديمة إذن get up to بمعنى مشغول ب أمر غير سار أو أمر مذهل مذهل لاحظ they've هي اختصار لي they have طبعا كما نعلم he she it نستخدم has i we you they نستخدم معها have إذن لدينا they نستخدم معها have لدينا زمن هذا they have been getting مضارة تم مستمر لاحظ have والفعل بالتصريف الثالث الشكل الثالث من أفعال كون بعد يكون عدنا فعل كون وفعل مضارة تام مستمر أيضا يجب أن يكون توافق بين الضمير والفعل لدينا الفعل they إذن نستخدم الضمير there نحفظ كمة habit عادة bad habit عادة سيئة old bad habit يعني عادات سيئة قديمة old bad صفات والصفة تأتي دائما قبل الموصوف إذن تصبح الجملة they've been getting up to their old bad habits إذن آخر مثال لدينا get up to بمعنى مشغول بشي غير سار بهذا الشكل الذي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا عن الفعل get كما الفعل get الكثير من الاستخدامات في اللغة الإنجليزية وهي كلمة شائعة جدا في الإنجليزية لذلك من المهم جدا تعلم هذه الاستعمالات هذا جزء الرابع والأخير من استعمالات الفعل get اللي حاب يرجع للجزء الأول والثاني والثالث ويتابع هذا الجزء ممكن أن يستخدم ورقة وقلم يدون هذه المعلومات للفائدة ومراجعة هذه المعلومات أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لأكل الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته